ساعات بيبقى عندك التكامل او المعادة اللي عايز تعملها التكامل والتكامل ده عايزه يبقى غير محدود. طبعا لو المعادة دي رخمة وانت مش فاكر قواعد التكامل فانت مش طعب تعمل ده. وبتضطر تلجأ للتكامل العددي ان يمركل واللي ده لازم يتم لو كان التكامل محدود ما بين رقمين محددين. ولو رقمين ده اللي اتغيره لازم تعيد التكامل تاني عشان تطلع ناتج جديد. المثلاب فيه يخليك تقدر تعمل التكامل بنفس الطريقة اللي احنا اخدناها في المدرسة. القواعد التكامل هو عرفها بيطلع لك اه ناتج النهائي في صورة معادلة عامة تعوض فيها انت برحتك بقى بعد كده باي قيمة انت عايزة. وبيطلق عليه هنا في المثلاب ان هو بيحافظ على الرموز مش مش تعويض. مش مجرد تعويض. عشان تنفس ده هنا في المثلاب اول حاجة لازم تعرف اللي انت هتشتغل عليها. فبتكتب الكلمة ديت وتكتب المتغيرات. مسلا انا هاعرف واي واكس. ان انا عندي ودوس انتر. كده اتعرف عندي حتى لو بسيت هنا على اليمين ان في متغيرين اسمهم اكس واي. اول مسلا واي بتتساوي دي المعادلة بتاعتي اكس تربيع في اي معادلة اي ام كانت كده الواي بقت انتعرف عندي. عايز عم بقى تكامل الواي بالنسبة ال اكس. اول انت. انت دي اختصار للواي بالنسبة ال اكس. ودوس انتر. هنا كده اطلعني ناتج التكامل. طبعا لو رجعت هلاقي ان ده صح مية في المية. دي كده المعادلة العامة مش بتعوض فيها اقدر بقى يا مسلا ممكن معادلة دي تكون بتحكم حاجة معينة عندي انا بدرسها وبين انا كابلتها بالطريقة دي بقى عندي الحل في صورة العامة برضو اقدر اعوض بقى في اي ظروف مختلفة واحصل على الناتج او القيمة اللي انا عايزة. وممكن اعمل كمان التكامل ده يبقى محدود بس الرقامين مجهولين. مش لازم حتى حدود التكامل تقوم ارقام محددة. ممكن احط اي بي وهو يطلع لدي ناتج التكامل في اي و بي. وبحيس ان انا في اي وقت بقى حددت بالحدود بتاعتي اجي حاطة معوض اي فين و بي فين واعوض وطبقى احصل على الناتج النهائي. بس طبعا لازم اعرف ان اي و بي دول متغيرات. فانا هكتب برضو تاني وازود هنا اي و بي وادوس انتر. بحيس ينضفوا عندي القيمة اللي في الجنب ديت. وبعد كده اعمل انت تاني انت واي بالنسبة للاكس. وازود هنا اي و بي. دي كده حدود التكامل هدوس انتر. كده هو اكمل لي الاا واي بالنسبة للاكس من من اي لبي. وطلع لي الناتج يبقى في الشكل ده. كل اللي علاية بعد كده لو انا عرفتي اي و بي دول بيساو كام. هعوض بيهم هنا ويطلع لي ناتج التكامل. وطبعا في النهاية ممكن اعوض بارقام عادي خالص انت واي بالنسبة للاكس من مسلا من سفر لواحد وادوس انتر. ويطلع ناتج التكامل بالشكل ده. هطلع سين انا في ناتج التكامل ده فيه كوزين وسين ما تحلوش. هو ده في حالة التكامل بالطريقة دي. فانا لو عايز احلهم هعمل وافتح قوس واجتب الانسر وادوس انتر يبقى ده الناتج العادة دي. زي ما برضو قادر اعمل تكامل قادر اعمل تفاضل بأمر اختصار واكتب بالنسبة ال اكس. كده هيفاضل الواي بالنسبة ال اكس. ودوس انتر ده ناتج التفاضل عندي. ممكن اعمل كمان تفاضل من الدرجة التانية. هقول ديف. اي بالنسبة ال اكس. وزود هنا رقم اتنين. وادوس انتر بدأ تفاضل من الدرجة التانية. حاجة تانية ممكن تستفيد بها في المكتاب ان انت تفصل المجهول بتاعك في طرف وكل حاجة تانية تبقى في طرف تاني الواحدة. ساعة اتوى المعادلة كبيرة وصعب ان انت تعمل ده. فهنا في المكتاب تقدر تنفذ الامر ده لو فيه. لو ينفع اصلا. لان ساعات المعدلات بتاعه مستحيل فاصلها في الصورة الالي هي ان المجهول في طرف والباقي في طرف فانا برضو عرفت مجموعة من المتغيرات اكس و واي واي و بي وهكتب هنا امر صولف وافتح خسينه فاول جزء في الخسين دول هكتب المعادلة اللي انا عايز افصل منها المجهول في طرف هكتب مسلا اكس فواي بوتساوي اكس اوس اي مسلا صورة عام وخالص بس اللي يساوي ما اكتبهاش بالطريقة دي انا اكتبها يساوي مرتين هنا في الصولف لازم اعملها بالطريقة دي وقت كده اعمل كومة واكتب المتغير اللي انا عايز افصلو مسلا في الحالة بتاعتي انا مسلا اعايز افصل اكس وادو سنطر هنا طلع اللي بيقول لي ان هو مقدرش يطلع يعني الحل فقة ما فيش مفيش طغاية ان هو يفصل فيها الاکس في طرف ويخلي كل حاجة تانية في طرف تاني لوحدة فانا هبسط المعادلة دي شر전에 واي وهكتب معادلة تانية هعمل اكس في واي تساوي اكس ناقص واي دي معادلة ابسل شرية وعايز افصل المتغير اكس هدوس انت هنا فصال ليه وقت المتغيرات كلها وقال لي ان اكس هتساوي سالب واي على واي ناوس واحد ممكن اعمل كده برضو مع مجموعة من المعادلات يعني عندي مسلا معادلتين في مجهولين اكس و واي وعايز اطلع اكس و واي بدلالة السوابت والكونستانت اللي موجودة في المعادلة مش عايز انا قيمة اكس بكامل و واي بكامل عايز اطلع في صورة عامة فانا مسلا هنا هجرب مثال على معادلتين في مجهولين فبقى انه عندي هيبقى طالع اتنين ناتج فلازم اخزن الناتج ده في زي ماتريكس صغيرة كده هقول مسلا فيها سليوشن اكس ده يمثل السليوشن بتاع اكس وسليوشن واي اي مسامة انت عايزه يمثل الحلين بتاعك اكس واي يساوي واعمل صولف وافتح قصين بتاع صولف داخل قصين بتاع صولف بفض ان انا اكتب هنا فيعمل سكوير براكتس واحط هنا الاكوشن اول مسلا اكوشن هقول اكس زائد عشرة واي تساوي اه ايه واعمل كومة واكتب المعادلة التانية اه عشرة اكس ماي نص عشرين واي تساوي بي مسلا ده معادلتين في اكس واي وحكبوا الكوفيشنز في المعادلتين دول مش كلهم معروفين عندي ايه وبي وعايز اطلع اكس واي بدلالة ايه والبي واعمل كومة واعمل برضو بقصين السكوير براكتس وحط هنا ايه اكس واي اللي هم المتغيرين اللي انا عايز افصلهم اكس واي هدوس انتر هلاقي طالع الالات سليوشن اكس اللي اكس بتساوي ايه على ستة زائد بيه على اتناشرة طالعلي الحل بدلالة ايه والبي والسليوشن واي اللي هو قيمة الواي هتساوي ايه على اتناشرة نصبية على مية وعشرين بدلالة ايه والبي كده انا حصلت على حل اكزاكت في صورة اكوشن بدون ان انا احتاج حاجة لتعويض بكل القيم نفس الكلام ده اقدر اعمله في البرد وفي المتلاب بطريقة احسن شوية في العرض حاجة اسمها live script ده بيسمح لي وانا بكتب المعادلات دي انها تتعرض بصورة افضل على اليمين في الحتة دي يعني انا هتكرر نفس الكلام هنا على ايه معادلة بسيطة هقول ايه اكس واي واي اي ودي وادوس انتر هنا ما بينفس على طول لازم لاول بعمل عشان يبدأ نفس واقول مسلا الواي بتساوي اكس تربيع وادوس انتر بعد كده عايز انا بتاع واي بالنسبة للاكس كده انا خلاص ده انا عايز بزيطة ده يتحل فعمل هلاحز الايدي كتب لي المعدات بصورة اراها اسهل دي دي ميزة كويسة وبيديني الحل في الصورة برضو دي احسن ما ادهاي لي مكتوبة زي ما كانت مكتوبة تحت هنا في نفس الاوامل نفس كل حاجة اقدر انافسها في live editor بس العرض بيبقى افضل على اليمين يا رب الفيديو ده يكون مفيد اشوفك الفيديو الجاي سلامة